أما المسألة الأخرى مسألة المرابحة لدار الإفتاء يعني كلام كثير فتاوى رسمية صادرة يعني من دار الإفتاء وكلام لسماحة المفتي ومراسلات بين دار الإفتاء وبين المصرف المركزي ويعني دار الإفتاء عليها الواجب الذي يقع على عاتقها أن تبين الحكم الشرعي في أي نازلة تعرض عليها ومنها مسألة المرابحة في البنوك في المصارف ودار الإفتاء وضعت شروطا حتى تكون المرابحة يعني إسلامية أو شرعية وليست عقدا محرما يبقى الأمر بالدرجة الأولى على عاتق هيئة الرقابة الشرعية على المصارف هي المعنية بمتابعة المعاملات ولهذا كثير من الناس يسألون ما حكم الشراء السيارات عن طريق مصرف كذا يعني الجواب المختصر والسهل يا أخي الكريم إذا وجدت توقيع هيئة الرقابة الشرعية على المعاملة فإن شاء الله معاملتك صحيحة يعني لأنهم يجتهدون قدر استطاعتهم فيها نعم وهم يشكون من ذلك أحيانا يعني يحتاج الأمر إلى متابعة منهم متابعة دقيقة يقول أحد الإخوة في هيئة الرقابة على المصارف نحن نجدهد ونتابع وأحيانا يحصل الالتفاف والتحايل علينا من قبل بعض الناس في بعض المصارف للأسف لكن نحن نقول للمواطن الآن مدام وجدت توقيع هيئة الرقابة الشرعية إن شاء الله على الأقل يغلب على الظن أن المعاملة شرعية وسليمة وخرجت بذلك من المؤاخذة يعني هذا الذي نستطيع أن نقوله في هذا ودار الإفتاء بالذات في موضوع المصارف موضوع المعاملات المصرفية والمالية في بلادنا تكلمت دار الإفتاء كثيرا ورسلت كثيرا وتابعت كثيرا ويحتاج الأمر إلى تعاون من الفضلا عن دار الإفتاء هيئة الرقابة على المصارف الشرعية جزام له خيرا وعليها مشايخ لا نزكيهم على الله وعلى راسم شيخنا الشيخ حمزة أبو فارس ومن معه من المشايخ وأيضا المصرف المركزي وسائل المصارف أيضا يعني أهل الخير فيهم لا نعدم أهل الخير فيهم عليهم أن يتابعوا أيضا يعني هناك أشياء المصرف المركزي مثلا يوجه تعليماته فيها ولكن كثير من المصارف لا تتقيت بهذا يعني مثلا الرسوم التي تأخذ على التحويل العملة مثلا أو على السحب كل مصرف يعني يفعل ما يشاء تجد العمولة أو الرسوم المأخوذة مختلفة من مصرف إلى آخر مع أن مصرف ليبيا المركزي حدد لهم قيمة الرسوم التي تأخذ على يعني هذه العمليات هذا التحويل أو هذا السحب هذا يحتاج إلى متابعة من مصرف ليبيا المركزي بالدرجة الأولى فنحن نجتهد في أن لا يكون في معاملاتنا حرام أيها الإخوة المعاملات المالية المحرمة سبب من أسباب البلاء يعني أنت عندما تدخل في معاملة ربوية أنت تحارب الله ورسوله الله السلام والعافية بنص القرآن يعني